والمحافظ على الصلوات بريء من أدناس النفوس إن الإنسان خلقها نوعاً شر الجزوع وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين وصفات الخير التي تؤهل الناس للفردوس بين حاصرتين الصلاة الصلاة الخشوع الصلاة والحفاظ على الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم في ذروجهم حافظون آخر صفة والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فانتجأ بالصلاة وانتغى بالصلاة ليعلمنا أن الحفاظ على كل صفات التقوى ومؤهلات الجنة هي في الصلاة سبحان الله بعض علمائنا الصلاة هذه بالنسبة لهم شيء صار إدمانا الشيخ سعود بن سليمان رحمة الله عليه الشيخ سعود بن سليمان الكندي من كبار علماء عمان الذين رحلوا مؤخرا وهو من كبار قضاة المسلمين وهو من كبار تلاميذ الإمام الرضا محمد بن عبد الله الخليل نور الله ضريحا الشيخ سعود بن سليمان كان يصلي الفرد وبعد قليل كذا جالس بين أولاده يقول كيف وقت الصلاة يقول والدتهم صليم توقف لشويهم صليم ثم يعني يتكلمون معه كذا ثم يقول كيف غاية الصلاة كل حد قد علم كل أناس مشروه ولكل بوجهة هو لها هذا أشرب قلبه حب الصلاة فأصبح يهذي بها والشيخ حمد لعميري رحمة الله عليه أشرب قلبه حب الحج فصار يهذي به حج أكثر من أربعين مرة على الإيبل وعلى غيرها أكثر من أربعين مرة حج ثم لما حضرته الوفاء يعني دخل في غيبوه بفترة كذا من حياته من آخر عمري فيدخلوا عليه أولا يحدثني ولده ولدي يحدثني أحد أبنائه يحدث يقول كنا ندخل عليه فنسمعه يهذي يقول أنا الآن في الطواف في الشوط الرابع أو الشوط الخامس وفاقد بعض أصحاب يكنا نطوحنا وإياهم ففقدتهم الآن معرفينهم وأحيانا يقول الحمد لله خلصنا رمينا الجمرات والآن سيرين صمنا وهو في حالة غيبوبة بعض الصلحة والفضلاء في وقت الصلاة وقت الأذان هو في المستشفى بنوام ومشي أذانات حوله وقت الأذان بالضبط وما عنده ساعة ووقت الأذان وهو في غيبوبة وقت الأذان أذن الله أكبر الله أكبر وقت الأذان وهو لا ما عنده ساعة ولا يسمع أذان لكن في أوقات لأنه كان مؤذنه لأنه كان مؤذنا كان عند دخول الوقت أذن دخل وقت الفجر أذن الظهر أذن وبالتوقيت صح ترجمة نانسي قنقر